حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة أخبره عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء مكانا من داري على نسبه عبيد الله استقبل القبلة فدعا وقال روح عن أبيه وقال ابن بكر عن أمه اشتركوا في القناة